جمهور النادي الأهلي وأعضاء في مقر النادي الأهلي بالجزيرة معز منه أدهم نادا وطبعاً نقل كل ما هو موجود داخل نادي الأهلي الجزيرة تفضل أدهم برحب بيك زميلي محمد فاروق وبرحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة نرحب بكم وننقل لكم كواليس استعدادات إدارة النادي الأهلي النهاردة للقمة 116 ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك وتواجد أعضاء الجماعية العمومية الذين يرفعون شعار اليوم الماستر سين أو المشهد الرئيسي والمشهد الختامي لتتوجات النادي الأهلي ونجاحات النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي بفوز النادي الأهلي إن شاء الله على نادي الزمالك في القمة 116 عايز أقول لك كابتن محمد فروق النهاردة أعضاء الجماعية العمومية حرصوا على التواجد مبكرا داخل النادي جماعة الفئات العمرية موجودة سواء إن جان رجال أطفال سيدات كبار سن كل النهاردة مظهرة في حب النادي الأهلي يمكن النهاردة القمة 116 جاءت لتتزامن مع احتفالية النادي الأهلي ب111 سنة أهلي 111 سنة إنجازات بطولات تاريخ كبير كتبوا مجالس إدارات متعاقبة وأجهزة فنية ولعبين يمكن كلمت مع السيد العميد محمد مرجان مدير التنفيذ النادي الأهلي في استعدادات على أعلى مستوى شاشات عرض تزليل أي عقبات وأي مشاكل لأعضاء الجماعية العمومية أعضاء الجماعية العمومية كانت كلمت مع مجموعة منهم النهاردة بيعربوا عن سعادتهم وتفاولهم إن شاء الله بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك كان هذا كل ما لدينا من أخبار وكواليس واستعدادات لإقدارة النادي الأهلي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة لقمة 116 ما بين النادي الأهلي والنادي الزمالك كل الأمنيات كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي بالفوز وفرحة جماهير النادي الأهلي إن شاء الله عودة مرة أخرى للستوديو لك الكلامة كابتا محمد فروض شكرا